الابتسامات لا تطعم خبزا وماديح السوق من ربح فيه افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله كانت المسألة تهون لو أننا في زمن غير كورونا وفي مرحلة لا تضحفنا أخبارها يوميا بفاسدين جدد ينخرون أساسات البلاد بينما الأزمة تفاقم آلام الكويتيين وتزيد عليهم أعباء الحياة بعدما أقفلت الحكومة أبواب الخلاص في وجههم حين استخدمت جزر التحفيز لم يروا منها ما يسكن قلقهم وتركتهم في مواجهة عصى الإفلاس تجلدهم يوميا لا شك أن مع كل ابتسام يراها الناس على محيا سمو رئيس مجلس الوزراء يتوقعون أن يعقبها قرار إنقاذ من نوع ما أو حلا لقضية من تلك التي تزدحم بها البلاد حاليا غير أنهم يصابون بخيبة أمل عندما تنتهي تلك الابتسامة إلى لا شيء يهدئ روعهم يجمع الكويتيون كافة على أن الحكومة ومجلس الأمة هما سلطة الرقابة على كل المؤسسات وبيدهما منع الفساد فيها ومعالجة هذا المرض المستشري الذي لم يعد له دواء غير الكي لا أن يتورط بعض المسؤولين فيهما بقضايا فساد يندى لها الجبين أيضا هم يرون أن السلطة التنفيذية صاحبة الكلمة الفصل في حماية الأموال العامة وتنميتها عبر الاستثمارات المربحة أكان في الداخل أو الخارج فهي المؤتمنة على منع أي تراجع في الثروة الوطنية وتتحمل مسؤوليات التقاعص وحدها أما مهمة السلطة التشريعية فالمحاسبة والمراقبة لا أن يصبح الابتزاز هم النواب الأول يسعون عبره إلى مراكمة رصيدهم الانتخابي لذا فمن عجائب الفساد في الكويت أن يتورط بعض المشرعين والمسؤولين ووكلاء وزارات وقادة أمنيين بتجارة إقامات وهو ما تكشف في آخر فضيحة البنغالي ولا شك أنها لن تكون الوحيدة بل هناك كثر ما زالوا يعملون حتى هذه اللحظة في عتمة هذه التجارة الحرام في الأشهر الماضية ضيعت الحكومة الكثير من الفرص التي كان يمكن أن تخرجنا من دهليز الأزمة الحالية وذلك من خلال استغلال التصنيف الائتماني الممتاز للكويت في العالم لتسلك الطريقة التي سلكتها بعض دول مجلس التعاون حين وظفت تلك السمعة الجيدة في الحصول على قروض طويلة الأجل أو في الأسهم التي تدنت أسعارها ولا تزال مربحة إضافة إلى العقارات والشركات العالمية الكبرى وبذلك حققت مكاسب كبيرة بل حولت التهديد فرصة وعملت أيضا على دعم القطاع الخاص لمنع شبح الإفلاس الذي خيم عليه لذلك عادت إلى الحياة الطبيعية بأقل الخسائر للأسف عندنا خطة التحفيظ لا تزال حبرا على ورق ونتحدى البنك المركزي أن يعدنا أسماء الشركات أو الأشخاص الذين حصلوا على تلك القروض ولا شك أن هناك من يتق أصبع حاليا ويقول ها هي الأزمة شرفت على الانتهاء ونحن لم ندفع من المال العام أي مبلغ في الوقت الذي وصلت فيه السكين إلى العظم في الشركات الصغيرة والمستثمرين الشباب في القطاع الخاص في الكويت الموجودات القابلة للاستثمار والتي تعرفونها جيدا يا سمو الرئيس من خلال المؤسسات التابعة لمجلس الوزراء والبنك المركزي قد خسرت خلال الأزمة لأنها لم تدر بخطة واضحة ففيما ارتفع عائد الاستثمار في معظم دول مجلس التعاون تراجع عندنا كان يمكن الحصول على قروض لثلاثين سنة وبدلا من ذلك لا تزال السلطة التنفيذية حبيسة المزايدات النيابية في قضية قانون الدين العام والواضح تماما أنها لن تقدم على خطوة جريئة لخوفها من خيال المسائلة فيما الأزمة تستفحل بيد الحكومة سيف مراسيم الضرورة الذي يمكن أن تقطع به رأس أفعى التمصلح وتمنع كأس مرارة الأزمة عن شفاه الكويتيين وبالتالي فأنها لن تحصل على العشرين مليار دينار التي طلبتها لتعزيز الاحتياطي الذي للأسف يتآكل جراء المغامرات التي تعم الساحة حاليا فيما هي لا تزال ترتجف من النواب وفقا لآخر التقارير عن الخسائر التي تكبدها العالم جراء جائحة كورونا فقد وصلت إلى 21 تريليون دولار ثم تلكثير من الدول ستعود خسائرها في غضون سنة أو سنتين بينما في الكويت تشير كل التقديرات إلى انكماش اقتصادي وزيادة في تراجع دورة رأس المال لأن الخطط التي وضعت كانت مجرد ذر للرماد في العيون بينما في الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول ضخت مئات المليارات لمساعدة القطاع الخاص ولم تنتظر نائبا يمنو عليها بالموافقة ولذا فأنها بدأت تجني الفوائد رغم الأزمة سمو الرئيس لو استعرضنا كل القوانين التي شلت البلاد بدأ من الدعم المهدور وحقول الشمال والكهرباء والداو ومنع الاختلاط إلى بقية القوانين لو وجدناها مبنية على ذهنية التخوين والتشكيك والتخلف الاجتماعي فيما الذين أقروها يتباكون في ندواتهم على تراجع الكويت اقتصاديا وثقافيا وعلميا واجتماعيا وهم كمن قتل القتيل ومشى في جنازته في الكويت هناك نهب شرعي عبر القوانين والقرارات العبثية ونهب غير مشروع عبر الفساد المستشري في المؤسسات وكل هذا مكلف ويدفعه المواطن من مستقبله ومن الثروة الوطنية واليوم مع أزمة كورونا وتبعاتها السلبية ستزداد المشكلات إلى حد يخاف فيها الكويتي على مستقبله كل ما نسمعه مجرد أحاديث عن فساد متبوعة بابتسامات بينما لم نرى أي علاج ولن نقول لسموكم انظروا ماذا فعلت بعض دول الخليج بالفاسدين بل تعلموا من الدول الأوروبية الغربية كيف يعاقب من يرتكب أدنى مخالفة بالمال العام فالمتهرب من الضرائب يسجن عشر سنوات بينما في الكويت لم نسمع عن فاسد واحد أدخل السجن أو شهر به بل بعض الذين نهبوا من المال العام هربوا في وضح النهار إلى الخارج ولم تقدم الدولة على أي خطوة لاستعادة تلك الأموال أما في خطة التحفيز التي من أهم شروطها أن تكون الشركات رابحة ولديها سيولة وموجودة للرهن فهل تتصورون يا سمو الرئيس ويا محافظ البنك المركزي أن من لديه كل هذا؟ هل هو بحاجة إلى قرد للتحفيز؟ في الدول الأخرى كفلت الحكومات تلك القروض وخففت عن المقترد الشروط ولم تضع تدابير عبثية تعجزه وسهلت حصوله على المال لتسيير عمل شركاته والحفاظ على عملته شكرا سمو الرئيس على ابتسامتك لكننا نصدقك القول أنها لا تبعث فينا الأطمئنان فما يطمح إليه المواطن قررت حاسمة تنقذه مما هو فيه وتوحي لنا أن مستقبلنا مضمون وليس مجرد بيانات لا تصمن ولا تغني من جوع ففي أمثالنا الشعبية من حضر السوق باع واشترى ويبدو واضحا أن الكويت لا باعت ولا اشترت بل انشغلت طوال الفترة الماضية بالشعارات والأقويل والابتسامات التي يبدو بعضها كأنه للسخرية